السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سريع النمو يعني في خلال ثلاث اربعة ايام راح نشوف النمو وراح ان شاء الله ينطلق بشكل سريع راح اتكلم معاكم عن توزيع الذرة في المساحة هذه في نقطة مهمة لازم نتكلم فيها وعن الاصناف اللي اخترتها وكيف راح نوزعها فراح ننتقل الى المساحة وراح اشرح لكم الطريقة والموضوع اللي ابغيها اشرحها مثل ما احنا شايفين انا حطيت لكم الثلاث انواع بس كنموذج جنابين لكم وراح اشرح لكم ليش فيه فارق بين الثلاث انواع وتوزيعهم الطريقة معينة الفكرة ان احنا لازم نفهم حديقتنا لازم نعرف الشمس من وين تدخل على الحديقة ووين المناطق اللي فيها شمس اكثر وتحرك الشمس في الحديقة فالاماكن اللي تتعرض للشمس اكثر وين صايرها كم ساعة من الشمس النباتات اللي راح ازرعها فيها شنو النباتات اللي تحتاج شمس شنو النباتات اللي تحتاج الظل هذا مبدأ لازم نفهمه في حديقتنا علشان نزرع بشكل ناجح ونقدر نحصل للنتائج اللي نبغيها فما نزرع مثلا شي يحتاج ظل في مكان مشمس وبعدين ينحرق ويموت ويقول انا ليش ما نقول ليش انا مات عندي الزرع لان المكان غلط فلازم نفهم الشمس عندنا في الحديقة فعلى اساس هذي النبطة ليش التوزيع بهذه الشكل لان كل نوع من انواع الزرع اللي اخترتها يوصل طول معين فهذه اطول النوع يوصل الى تقريبا عشرة قدم فاحنا نتكلم فوق الثلاثة متر يوصل فيكون طويل جدا فما ابغي ان يكون جدام ويضري او يضلل الانواع الثانية فيكون في الخلف فمن الخلف وتدرج الى الاغصر الى الامام فهذه اقصر نوع هذي المتوسط وهذه اطول نوع فرح اوزعهم وازرعهم بهذه الشكل علشان ان الاضاعة والشمس تكون للكل تقريبا يحصل كمية كافية من الشمس في الحديقة فهذه نقطة مهمة جدا نقطة ثانية ايضا الذرة لازم لما ينزرع وهذه بس عشان ابيينها لكم الذرة لازم يزرع بشكل متقارب ما يكون بعيد لازم يكون متقارب على اساس لما يكبر التلقيح يكون من اعلى النبتة والرحيق ينزل ويلقح الذرة كلها فما نبغي يكونون متفارقين على اساس يكون عندنا نسبة نجاح وتثمير عالي لان الذرة يجب ان يزرع بشكل متقارب على اساس نضمن التلقيح الناجح ونحصل ثمر يكون ان شالله مليان والحبوب كلها مليانة وراس الزرة يكون مليان حبوب ويكون ثمر غني ان شالله فلازم نوزعهم فانا راح ازرع المنطقة وراح ارجع وراويكم النتيجة بعد الزراعة ان شالله فالحين متل ما احنا تشايفين انا نقلت الزرة وصار في عندي مسامات مثل هذه الخط وهني وهني فاللي سويتها اني ايضا نقعت بذور زيادة وزرعت صف ثاني هنا مباشرة في الارض عساس ما احتاج انقل شتلات عساس تنمو في مكانها في تقطير فراح تنمو ان شالله وحطيته هنا وهني وهني فاسد اي مسامات على اساس الذرة كلها ينمو وبكثافة وان شالله راح نتابع هذه المساحة هذه وزرعات الذرة وراح يكون فيه ان شالله فيديوهات في المستقبل نتابع فيها التطور الى ان ان شالله نوصل الى وقت الحصاد ان شالله فاتمنى ان استفدتوا من هذه الفيديو عن الذرة او بداية الذرة واتمنى ان اتابعون سلسلة الفيديوهات هذه اللي تخصها الموضوع واللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وان شالله راح احاول اجاوب اسألتكم باسرعات ممكن واشوفكم ان شالله في الفيديو في امان الله اشتركوا في القناة